هذا وقد شهد الرئيس السيسي عرضاً جوياً بمطار العالمين الدولي على هامش افتتاحه معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء 2024 حضر العرض القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المديد سقر ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة وعدد من الوزراء وارد للدولة وممثلي الشركات والدول المشاركة في المعرض اشتركوا في القناة